بعد مقتر ابن امونة البري في القتال في صفوف قوات الحكومة السورية عام الفي وثلاثة عشر بدأت الحكومة تدفع لها معاشا شهريا غطى بسهولة كل مصروفة البيت اما اليوم فان المعاش الذي تحصل عليه اسر من لقوا مسرعهم في القتال في صفوف قوات الحكومة السورية في الحرب الدائرة منذ احد عشر عاما لا يكاد يكفي لتغطية دواء مرض السكري الذي تتناوله امونة وفي مختلف انحاء سوريا كان ثمن الحرب من ارواح البشر وحياتهم هائلا اذا سقط اكثر من ثلاثمائة وخمسون الف قتيل ونزح اكثر من نصف السكان عن بيوتهم عدد كبيرة منهم اضطرت للرحيل عن الجيوب السابقة التي كانت تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة وتعرضت للقصف من قوات الحكومة السورية وحلفائها غير انه في الوقت الذي تجمدت فيه الاوضاع على الخطوط الامامية الى حد كبير منذ سنوات ظهرت ازمة اقتصادية كان لها ثمن باهض في جميع انحاء البلاد وتقول الامم المتحدة ان عدد السوريين الذين يحتاجون المساعدات الانسانية اكبر من اي وقت مضى منذ ان بدأت الحرب وعندما مات ابن امونة كان معاشها الشهري ثلاثون الف ليرة سورية تعادل نحو مئة وخمسون دولارا اما اليوم فقد اصبحت قيمة المعاش ست دولارات فيما يعكس الدوام التي سقط فيها الاقتصاد وتقول الامم المتحدة ان عدد المعوزين بلغ 14.6 مليون نسمة في 2021 بزيادة 1.2 مليون عنه في 2020 ويقدر ان الفقر المطقع ينتشر بين حوالي ثلثي السكان الذين يعيشون في سوريا الان ويبلغ عددهم نحو 18 مليون نسمة وتعز دمشق البؤس المتزايد في الاساس الى العقوبات التي شددتها عليها واشنطن في 2020 مما ادى الى تزايد عزلة سوريا وتقول دول غربية انها تهدف الى الضغط على بشار الاسد لانهاء القمع والتفاوض على تسوية سياسية اشتركوا في القناة